لكن أيضاً كنا مؤدبين مع المسؤول عننا كيف الأستاذ السباعي طبعاً هو لازم يذكر أشياء إحنا ما كنا نفهمها لكن لها أصل لكن قليل إلو أصل وكثير ما إلو أصل إنه شديد لا يسمح لأحد متسلط ومدر وينها يعني هذه الأمور لم تكن من فراغ وحياناً عندما يكون الرجل كبير وآلم بيكونوا اللي معه بينه وبينهم فارق كبير بيصير شيء عادي يعني الرأي هذا يمشي في أكثر الأحيان فيعني كان مؤلم جداً عندنا كنت أنا ما زلت بحوران وكان المنشقين بحوران قليلين جداً كان الانشقاق في دمشق في دمشق في دمشق معظم الناس انشق اللي بقيوا مع الأستاذ السباعي يعدون على الأصابع يعني وكأنه انفرط عقد الجماعة والله يعني تستطيع أن تقول هذا أنه اللي كانوا مع الأستاذ السباعي إسام الهضاء، جهير الشاويش، أديب صالح، محمد الصباق يعني بدك تجمحهم أصابع اليد لكن ما زالوا يعملون حتى استقروا الوطن حتى في المنشقون طلبوا ترخيص باسم الإخوان الأستاذ السباعي دخل على رئيس الوزراء اللي هو صبر العسلي وطلب ترخيص بإنشاء الحزب الوطني صبر العسلي سأله كيف بدك بالحزب الوطني إيش علاقتك بالحزب الوطني قال انت بدك تعطي المنشقين تصريح بفتح مركز أنا بدي أفتح مركز باسم الحزب الوطني طبعا المنشقون هنا كان في منهم ناس أفاضل جرتهم وهؤلاء ما طولوا وفي ناس منهم لهم أهداف إذن هذا الانشقاق الأول يا سيد الانشقاق الأول والثاني إلى أصل يعني إذا بدك ترجع أنت تشوف نشوء الإخوان في سوريا وكما قلت لك الإخوان كانوا أهم جماعة بعد مصر ومثل الأردن ولبنان كانوا يعني يعتبرون أنفسهم تابعين لسوريا في بداية الأمور في مين اللي أسسوا الإخوان في سوريا اللي أسسوا الإخوان تجمعات هذول شباب محمد هذول الإخوان المسلمين مش اسم الإخوان المسلمين سموا حالهم هكذا هذول جماعة الأرقام بحلب بدمشق بحماة بحمص هل مجموعات هذه اجتمعات وصار إسمها الإخوان المسلمين نشأوا بشكل فردي ومنفصل في البداية كلهم في منطقته لا نشأوا كتجمعات موجودة ومستقل فيه مستقلين هناك فرق بين أنك تربي مجموعة من الشباب على منهج معين وبين أن تكون خليط من جماعات متعددة هالجماعات المعددة المتعددة صار إسمهم الإخوان المسلمون يعني فيه تباينات فيه تباينات وهذا ليس في سوريا وحدها لكن خليني أتكلم عن سوريا فيه تباينات قد لا يظهر هذا قد تأخذهم النشاط السياسي قد يأخذهم نشاط ضعوي قد يأخذهم مثلا مواجهة العلمانية مواجهة الأحزاب مواقف ممتازة يعني عندما كان يحدث شيء بسوريا ما كنت تجد الشيء الحالي الموجود بين الجماعات الإسلامية الإخوان المسلمون وهم يسيطرون على الشارع الإسلامي ورابطوا العلماء ممكن يكون فيه اختلافات بسيطة لكن يجتمعون سويا الأرض المشتركة كبيرة على أرضية مشتركة هذه نقطة إيجابية لكن لما يرجعوا لبعضهم في خلافات فهذه مثل الشقوق بالأرض الأمر الثاني فيه عرف صار عند الإخوان بسوريا إذا كان المراقب العام من دمشق نائب وليجب يكون من حلب فصار فيه دمشق وفيه حلب وقصة دمشق يا سيدي وحلب قصة قديمة قصة موجودة عند الأعزاب يعني الكتلة اللي كانت تواجه فرنسا اسمها الكتلة الوطنية الكتلة الوطنية انشقت حسب دمشق وحلب يعني كل الأحزاب السياسية كانت فيها عندنا نفس الوباء هي أصل الأحزاب الكتلة الوطنية اللي كانت هي تواجه فرنسا واللي كانت منها تشكلت الحكومات ومنها شكر القوة لي ومنها فارس الخوري ومنها عبد الرحمن شبهندر وهالأسماء هاي كلها فالحزب الدمشقي صار اسمه الحزب الوطني والحزب الحلبي صار اسمه حزب الشعب فيما بعد بعد الاستقلال اللي صار يحكم سوريا الحزب الوطني وحزب الشعب يعني دمشق وحلب ما هي انت الانشقاقة يعني الارضية موجودة خلافات مناطقية أو نعرات مناطقية يعني انشئت الايئاس تطرد شوي وأقول مثل الضفة الغربية والشرقية ها فاذا هذا الانشقاق اللي حدث في نهاية الستينيات مشابه في بعض الوجوه من الانشقاق اللي حصل سنة الاربعة وخمسين وان كان هناك اختلاف مثال عندما تشكلت اول حكومة بعد الانفصال بعد الانتخابات دخلوا الاخوان كتلة كبيرة فانت اصبحت ترى الشارع منقسم بين الاقوان من جهة وبين حزب البعث واليساريين من جهة الاخرى اكرم الحوراني كان واغا طيب احنا كنا نعيش بهذا الجو واحنا عادة لما بيكون هناك نشاط سياسي بيصير على حساب نشاط الدعوة والتربية ها فالحكم اللي يسمى بالانفصال والان راح الانفصال طبعا سنة الـ 53 كيف راح الانفصال رجعت الوحدة بين سوريا وبصوريا الـ 61 الانفصال 28 أولور 61 والانقلاب الذي جاء بالطوائف في الـ 63 تركب حزب البعث والناصرية هذا جاء 8 أذار سنة الـ 63 نعم 8 أذار سنة الـ 63 شفنا حالنا انه رجعوا اليسارين كيف رجعوا كيف صار الانقلاب ها هذا لم يكن نتيجة نشاط الأحزاب نتيجة الطوائف اشتركوا في القناة